ازايكو حبيبي عمليين ايه رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا موليد برج الجوزئ موليد برج الجوزئ النهاردة ان شاء الله معزنا مع الاراية اه بتاعتكو بتاعة الاسبوع التاني من شهر اكتوبر شكلكم متوترين قوي يا برج الجوزئ يلا نشوف اتفا بتاعتك ايه وتوقيت شريكة كالعادة بسم الله موليد برج الجوزئ حبيبي لو سمحت لو كنت حد جديد معينا اشتركوا في تانية وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج الجوزئ يشوفوا الفيديو ويلا نبدأ حالا اول كارت نيتي اسحبه لطاقة موليد برج الجوزئ وبعد كده نسحب كارت لطاقة شريكة اتحب لك انت اول كارت بسم الله موليد برج الجوزئ شايفك يا برج الجوزئ بيسيطر عليك الاسبوع ده طاقة السعادة طاقة الفرحة والراحة النفسية وكأنه عندك وفرة في حياتك الاسبوع ده قاعد مبسوط مرتاح حاسس بالبهجة حاسس بالمرح وكمان شايفك كريم اول اسبوع ده وحظك حلو والامور معك حلو وطبيعية ومشي على ما يرام شايفك كمان منساجم قوي مع نفسك مع اصحاب عندك مع ناس بتحب تقعد معاهم كمان بتعبر عن مشاعرك قوي الاسبوع ده بتفكر بعقل واعي وروحك حلوة شايف عندك توازن لكل جوانب الحياة سواء توازن في الشغل توازن في العاطفة توازن في المال كمان كيه حاجة مفرحاك او انت فرحان وحاسس بالسعادة بتعبر عن نفسك وآآ بتتواصل مع الناس اللي حواليك وانت مبسوط وكأنه آآ يعني فيه امنية عندك بتتحقق فيه حاجة كالنفسك بتعملها بتحصل شايف الطاقة المسيطرة عليك طاقة الرخاء والكرم وشايفك متفائل جدا وآآ ممكن عند البعض تدخل حياتك آآ كسة حب جديدة او صداكة او حد حد هتتعرف عليك جديد صديق يدخل حياتك آآ وممكن حد قديم من آآ اصحابك من معارفك هيرجع يظهر في حياتك من تاني وآآ شايفك آآ بتعبر قوي عن حبك بتعبر عن نفسك آآ شايفة امورك حلوة قوي وطاقتك جميلة جدا جدا يا موليد برج الجوزة طب تعال لنشوف طاقت شريكك ايه بقى بسم الله نسحب كارت اللي طاقت شريك موليد برج الجوزة طاقت شريكك يا برج الجوزة هو كمان عنده راحة وآآ عنده امور بينجزها او بيخلصها وعنده ازدهار في حياته الاسبوع ده هو كمان آآ شايفة الشخص ده آآ اموره ماشية وعلى ما يرام عندهش اي مشاكل في اي حاجة مستقر سواء عاطفيا سواء ماليا سواء في العمل هو كمان عنده استقرار نفسي وعاطفي شايفة الشخص ده آآ بيفكر بحكمة اكتر شايفة كمان آآ عنده وفرة آآ عنده عطاء لاي حد حواليه يعني شايفة بيتساعد اي حد محتاج اي حاجة خاصة ماديا آآ شايفة مستقر ماليا الاسبوع ده آآ شايفة كمان كأن الشخص ده بيعمل حاجة بيحبها بيهتم مثلا بانه يغير من شكله يغير من بيته يجدد يعمل تعديلات وتغييرات شايفة كمان آآ كأنه عنده وقت فراغ حلو الاسبوع ده او واخد اجازة بيحاول يدلع نفسه او يدلل نفسه يعني بيحاول يعمل حاجة تساعده وآآ ممكن كمان تجي له حاجة كويسة من ناحية شغله او آآ كمان آآ مادية انه يجي له فلوس الاسبوع ده بس انا شايفة الشخص ده عنده طوقة استرخاء وآآ نفسيا هيكون آآ افضل وهيكون متوازن الاسبوع ده وآآ شايفة كمان آآ ممكن يكون جي له مكافأة مالية من شغل آآ جي له اوفرطايم مثلا اشتغل شغلي زيادة فجي له فلوس زيادة بس انا شايفة ان الشخص ده آآ اموره آآ المالية والعملية والعاطفية الاسبوع ده آآ على ما يرام ففرصة بقى يا برج الآآ الجوزاء لو هايز حاجة من الشخص ده اتغلها منه الاسبوع ده طيب تعالوا بقى هنشوف طاقة بقى الطارود هتقول لنا ايه الكروت بقى بسم الله موليد برج الجوزاء موليد برج الجوزاء موليد برج الجوزاء موليد برج الجوزاء خليني اقول لكم الابراج اللي زهرة قدامي الاول عندكم ابراج الحمل والاسد والقوس وعندكم كمان الطور والعزراء والجدل والسرطان والعقرب والحوت والطور تاني والاسد والعزراء طيب موليد برج الجوزاء شايفها الاسبوع ده آآ كأنه في عندك بعض الامور معلقة شوية ممكن الامور خاصة بالعاطفة او خاصة بزواج خاصة بخطوبة خاصة بحفلة معينة فيه امور عندك فيها شوية يعني تعليق شوية آآ شايفك آآ عاطفيا آآ كأنه آآ فيه حاجة برج الجوزاء عيونه متغمية عنها مش شايف حقيقة حاجة معينة او حقيقة وضع معين آآ ولكن آآ شايفك بتعرف حاجة الاسبوع ده او آآ بتكتشف حاجة كأنه كده آآ ربنا حينور طريقك بحاجة معينة هتظهر لك حاجة هتبال لك حاجة آآ خاصة بالعاطفة فيه اكتشاف سر او امر خاص بآآ علاقة عاطفية شايفه آآ الشخص ده بعد ما انت هتكتشف عنه الحاجة دي شايفه آآ حزين وندمين قوي وآآ وشايفك إنه فيه سراع عاطفي بينك وبين الشخص ده كأنه هتحصل مشكلة في حاجة معينة آآ هتواجهه بحاجة حصلت بس شايفه خسارة شخص آآ وشايفك انت يعني انت انت نفسك هتبقى مبسوط ان انت اكتشفت آآ الحاجة دي في الشخص ده من دلوقتي شايفه فيه علاقة بتنتهي فيه رحيل من جانب موليد برج الجوزاء بعد اكتشاف امر معين وطاقة ندم شديد عند الشخص ده كأن الشخص انت وقفت معاه ساعدته في حاجة آآ ممكن كمان الشخص ده ما يكونش عاطفي آآ ما يكونش رحيل عاطفي ممكن يكون حد من الأصدقاء ولكن شايفه برضو عند البعض فيه رحيل عاطفي وآآ شايفه برج الجوزاء اكتر حكمة الأسبوع ده تتصرف بحكمة آآ بتحاول ان انت آآ تعمل الحاجة الصح وسنفس الوقت يعني بعد ما هيخرج حد فيه حد هيطلع من حياتك فيه حد تاني هيدخل حياتك فيه علاقة مردية علاقة عاطفية مردية لموليد برج الجوزاء كأنك ايه هتلاقي حد كده آآ كأنه هو ده انت كنت بدور عليه من زمان جينك مكالمة او رسالة من شخص معين آآ حد كان نفسك انه يكلمك برضو حد من احد الجهة العاطفية شايفه فيه حد بيساعد موليد برج الجوزاء في حاجة آآ شايفك كمان عندك آآ فيه زواج او كانت بكتابة عند البعض من موليد برج الجوزاء وفيه عندكو حفلة حفلة ارتباط هتحضر حفلة بس شايفة عندكو حفلة وشايفة لم شامل عند البعض من موليد برج الجوزاء الاسبوع دك انك بتتصالح مع حد بترجع لحد اللي انه انا شايفة آآ انه آآ موليد برج الجوزاء عندهم لم شامل لو كنت بتسأله عن حد آآ انتو اصلاً يعني منفصلين وفيه طاقة انفصال بينكم وبينه شايفة الشخص ده الاسبوع ده وحيد فيش حد في حياته شايفة آآ بيحاول انه هو آآ يعني خلينا نقول بيحاول انه يتواصل معك بيحاول يكلمك هيحاول شخص ده يبعث لك مسجي مثلاً هيحاول يتصل بيك شايفة طاقة استشفاء عند آآ موليد برج الجوزاء استشفاء بقى من مرض استشفاء من آآ حالة عاطفية كانت مدايقاك لفترة شايفة امورك آآ افضل من اي وقت فات شايفة كمان كأنه في آآ خلينا اقول الفلوس جاية لموليد برج الجوزاء الفترة دي شايفة عندك بدايات جديدة في حاجة هتبدأها وهتكون سعيد ومبسوط بها آآ يا برج الجوزاء عندك في آآ كأنه في فلوس جاية لك مبسوط وشايفك آآ حاسس بالسعيدة وحاسس بالرضا كأنه في حاجة معينة انت كنت عايزة هتحصل عليها بس شايفة عندك ازدهار مادي ان شاء الله آآ شايفة في عندك فرصة لحاجة معينة كنفسك تحققها فجي وقتها وشايفة في حاجة بتتحقق عندك او فرصة معروضة عليك الاسبوع ده خاصة بالشغل مثلا آآ في حاجة جديدة هتحسسك بالامان وهتحسسك بالاستقرار كأنك مثلا كنت بتدور على شغل معين آآ هتحصل على الشغل ده آآ في بصرة صارة جاية لموليد برج آآ الجوزاء ان شاء الله حاجة هتبقى انت مبسوط وفرحان بيها بإذن الله هي في حاجة انت كنت عند البعض منكم يعني انت كنتوا منتظرينها وآآ يعني شايفة بتتحقق لكم الاسبوع ده ان شاء الله شايفكم حاسين باستعادة البعض منكم كأنك جايلك كاميراس من آآ فلوس من مراس مثلا وشايفة البعض بالآخر منكم بيستسمر في فلوس معينة في مصروع معين بس شايفة ظروفك المادية آآ فيها تحسن في حاجة في مبلغ مالي انت هتقبضه وتاخده من حد بس انا شايفة فيه عندك آآ فلوس يعني ان شاء الله الجانب المادي آآ ظاهر قوي في البطاقة بتاعتك أو يعني في البطاقات بتاعتك فإن شاء الله يكون آآ يعني زي ما شفناك كده يا برج الجوزاء وتحصل على ما تريد يعني إن شاء الله كمان عندكم آآ زي ما قلت لكم فيه وظيفة جديدة أو فيه عند البعض انتقال من وظيفة الوظيفة فيه سفر عند البعض منكو وبرضو فيه بدايات آآ جديدة مشروع جديد بقى آآ شراكة جديدة لكن شايفة الأمور المالية والآآ والعملية مسيطرة قوي آآ على قريتك يعني الفترة دي فيه سفر عند البعض منكو انتو راجعين من سفر أو فيه حد جايلكم من سفر بس شايفة إن شاء الله فيه برضو ارتباط وفيه لم شمل عند موليد برج الجوزاء طيب نشوف كروت جزيرة الحب حتقول لنا إيه من ليه طيب بصتوا يا موليد برج الجوزاء أولا كانت السانجلاسس ده كان نازل كده مقلوب وده معناه إيه ده معناه إنه آآ فيه حاجة قدامك وانت مش شايفها أو مش واضحة فيه أمر انت مش واخد بالك منه حاجة معينة مش شايفة على حقيقتها زي ما شوفت هنا عيونك متغمية عن حاجة معينة في حاجة انت مش مش شايفة صح بس هتكتشف أمر معين الأسبوع ده فيه اكتشاف الحاجة معينة الكارت التاني بيقولك إنه فيه علاقة انتهت وملهاش فرصة تانية وهترجعوا اتنين غرباء كأنكوا يعني ما كنتوش في حياة بعض قبل كده كل واحد حيروح لمكان ومش هيبقى فيه فرصة لحياة تانية فالكارت التالت بيقولك انتبه لنفسك وانتبه لحياتك وحاول تعمل الحاجة اللي تريحك وتشفيك وتشفي قلبك كارت التالت بيقولك healing hurt والكارت ده بيقولك عندك شفاء لقلبك يعني الشخص اللي انت شفته ده او اللي احنا تكلمنا عنه ان فيه علاقة انتهت وفيه بعض حصل بينك وانتو اللي اتنين هيحصل لك شفاء عشان كده تطالع عندك هناك كارت الشفاء عندك شفاء بقى من حصرة كانت في قلبك بسبب حد معينة هتتحرر بقى من حاجة معينة مواد سمة متى كنت بتشربها علاقة سمة اشخاص سمين اشخاص هيظهروا على حقيقتهم وشايفك بتبدي عنهم وبتتحرر عندك طوك التحرر الفترة دي او الاسبوع ده يا برج الجوزاء برج الجوزاء حبايبي زي كانت قرارتكم للاسبوع التاني من شهر اكتوبر اتمنى يا رب الايراة تكون عجبتكم لو عجبتكم الايراة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب واتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل ليوصل لكم بي اشعار ولايك وشير علشان كل موليد برج الجوزاء اشوفوا الفيديو واشوفكم في فيديو جديد يا برج الجوزاء